هكتور كوبر هكتور كوبر بيطالب الاتحاد بتجهيز وديتين ليوم واحد لمواجهة الفراعنة لما تعلق بمنتخبنا الوطني كوبر ربط مباراة يوم 30 مايو بالمنتخب التونسي صاحب التصنيف السابق قالك انا هستنى شوفهم ما هيلعبوا ولا لا ومصر الخامس قالك اذا خاضت تونس وده زكاء الحياة ده دي حاجة كويسة منه حاجة محمودة قالك اذا خاضت تونس مباراة فلزمن ان يخد منتخب المصري مباراة حتى لا يتقفر التصنيف واحنا قلنا بقى انه كان حيبقى عندنا ازمة لو كنا لعابنا ومباراة ملايو الناس برضو فهمت الدنيا انا عندنا برضو في استجابة الحقيقة برضو عشان الواحد يبقى منصف جدا في كل الكلام اللي بيقوله استجابة سريعة من الجهاز الفاني منتخبنا الوطني والناس برضو في اتحاد الكورة كوبر كان خايف من انه منتخب تونس يلعب مباراة قدام منتخب اوروبي عكس مواجهة منتخب افريقي لان نقاط التصنيف تختلف طبعا من منتخب افريقي لمنتخب اوروبي